السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخلط زيت الزيتون مع الليمون ليلة واحدة قبل النوم ولن تستغنى عنه طيلة حياتك ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نجمع مئة صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وادعمنا بأعجاب لهذا الفيديو وإذا كنت قد تناولت زيت الزيتون مع الليمون اضغط لايك لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات مرحبا بكم من جديد إذا كنت قد تناولت زيت الزيتون مع الليمون شاهد ماذا يحدث في جسمك يتميز زيت الزيتون بأنه من أقدم الزيوت التي عرفها الإنسان أفضلها نوعا بفضل ما يحتويه من العناصر المغزية للجسم وإضافة لذلك لا يمكن الاستغناء عنه في إعداد الكثير من أصناف الطعام يعتبر الليمون من أشهر الموالح المعروفة والموجودة في كل منزل وهذا لمذاقه الحامض وغناه بفيتامين جيم الذي أثبت فعالية الليمون في مقاومة الكثير من الأمراض وسنقدم لكم في هذا الفيديو المقدم من قناة الوصفات الزوجية فوائد خلط عصير الليمون مع زيت الزيتون أولا يساهم في الحفاظ على الكبد على وظيفته فالكبد من أهم الأعضاء المسؤولة عن تنقية الدم كما يعتبر الكبد المسؤول الأول عن تحسين عملية الهضم فمع الليمون وزيت الزيتون يصبح الكبد أكثر صحة ويحميه من الإصابة بمرض التهاب الكبد الوبائي وذلك بالقضاء على الفيروس الذي يسببه لذلك ينصح بتناول معلقة من الليمون وزيت الزيتون قبل الأكل يحتوي المزيج على كمية جيدة من الأحماض الدهنية غير المشبعة ومضادات الأكسادة التي تقوي من مناعة الجسم والإصابة بالعديد من الأمراض ثالثا يساهم في تخسيس الوزن ويمنع طرقم الدهون في الجسم لأنه يقلل من الشهية لإحتوائه على حمد الأوليك الذي يتحول في الأمعاء الدقيقة إلى هرمون أوليوليثانولامايد أي هرمون الشعور بالشبع رابعا يساعد على ضبط مستوى الكوليسترول الضار في الدم ومنع حدوث الجلطات خامسا يحسن من المظهر العام للجسم حيث تصبح البشرة أكثر شبابا وحيوية ويصبح لونها فاتح وأكثر صفاء ويزيل الهالة السوداء التي تتشكل تحت العينين سادسا يفيد في تفتيت الحصوات في الكلا وبفعل زيت الزيتون تتحرك الحصوات الموجودة بالكلا إلى المثانة لتخرج بسهولة عن طريق التبول طريقة مزج الليمون مع زيت الزيتون يمزج مقدار فنجان صغير من عصير الليمون مع فنجان صغير من زيت الزيتون ويتناول منهم علاقة صباحا على الريق ومعلاقة في المساء قبل النوم بساعتين يتم استخدام هذه الوصفة لفترة عشرة أيام فقط ومن ثم تتوقف عنها لفترة خمسة أيام وتعود باستخدامها مرة أخرى لفترة سبعة أيام وعند الانتظام في تناول خليط زيت الزيتون وعصير الليمون هذه أولى النتائج التي ستحصل عليها بإذن الله تفتت الحصى التي تتواجد في المرارة تصرع عملية هضم الطعام زيادة قدرة الجسم على امتصاص المواد الغذائية اللازمة تليون المعدة ومنع حدوث الإمساك منع ظهور علامات التقدم في السن تناول الثوم مع العسى ليلة واحدة قبل النوم ولن تستغنى عنها طيلة حياتك ينتمي الثوم إلى نفس فصيلة البصل والقراث والثوم المعمرة وعلى الرغم من أن جميع أجزاء نباتي الثوم تعد قابلة للأكل بما فيها الزهور والأوراق إلا أنه يشيع تناول الثمار والتي تحتوي على ما يتراوح بين 10 إلى 20 فص في الثوم أما العسل فهو منتج طبيعي يصنعه نحل العسل من رحيق الأزهار وهو أحد أكثر المنتجات الطبيعية القيمة غذائيا ويمكن استخدام مزيج العسل والثوم كتوابل تضاف إلى الدجاج والسمك والخضار كما يمكن استخدامه كصلصة للسلطات فوائد الثوم مع العسل قبل النوم أكدت الدراسات الطبية الفوائد العلاجية التي يمنحها تناول مزيج الثوم والعسل على الريق ومنها يقي من حساسية اللقاح في الربيع ويعالج الربو والكحى ويقي من الإسهال يقي من البرد والإنفلوانزا ويعالج الزكام يقي من الأمراض الناتجة من لدغات الحشرات يقي من تصلب الشرايين وأمراض القلب والتجلطات يقلل من الأعراض المصاحبة لمرض السكرية يعزز الجهاز المناعي للجسم ويحسن قدرة الجسم على التخلص من السموم يقلل من ضغط الدم يقاوم السرطان حيث يحتوي كل من الثوم والعسل على مواد تحارب السرطان وتقاومه يخفض الكوليسترول في الدم والدهون الثلاثية يكافح العدوى حيث يحارب العسل البكتيريا الهوائية واللهوائية والفيروسات والفطريات بينما يقاوم الثوم العديد من البكتيريا الموجبة والسالبة الجرام والبروتوزا والطفيليات والفطريات يعالج كل من العسل والثوم الدوخة والإرهاق وألام الصدر يحسن وزن الجسم للأطفال المصابين بسوء التغذية يعد منشطا جيدا مضادا للأكسادة يعد استعمال مزيج الثوم والعسل بكميات محددة آمنا عند العديد من الأشخاص لكنه يصبح خطيرا عند تناول كميات كبيرة منها ذلك لأن زيادة نسبة الثوم في الجسم تؤثر على الجهاز الهضمي ويجب أخذ الحيط عند استعمال الثوم أثناء تناول الأدوية لأنه قد يمنع تخثر الدم أو يخفض الضغط أو الكوليسترول بالتالي يزيد من تأثير الدواء بصورة أكبر نتيجة تأثير الثوم المشابه له ويجنب النساء الحوامل وارضع من تناول هذا المزيج كيفية استخدام العسل والثوم نظرا لفوائد العسل والثوم العديدة فإن استخدامه يعتبر بالغ الأهمية ومن الممكن القيام بذلك من خلال استخدامهم خلال الطبخ استخدام زيت الثوم وخلطه مع العسل سوس للصلطة تخليل الثوم مع استخدام العسل طريقة تحضير مزيج الثوم والعسل نحضر 100 جرام من فصوص الثوم ونحضر 50 جرام من عسل النحل طريقة التحضير يتم تقطيع حبات الثوم إلى قطع صغيرة ووضعه في إناء ويتم أضافة العسل عليه ويترك لفترة 24 ساعة في الثلاجة ويتم استخدامه بتناول معلقة واحدة قبل النوم بنصف ساعة يومياً لفترة 7 أيام فقط تناول التين المجفف مع زيت الزيتون ليلة واحدة قبل النوم ولن تستغنى عنها طيلة حياتك ما هي فوائد التين المجفف مع زيت الزيتون؟ وهل من الممكن لدمج هذين المكوناين الغذائيين أن يزيد من قيمتهم الغذائية؟ فوائد التين المجفف مع زيت الزيتون تناولت بعض الدراسات الفوائد الصحية لمسج زيت الزيتون والتين وأظهرت النتائج أن هذا المزيج قد يساعد على تخفيف حدة الأعراض المرافقة لالتهاب المفاصل الروماتيدي تخفيف حدة المضاعفات والأثار الجانبية التي قد تظهر لدى مرضى سرطان أثناء خضوعهم للعلاج الكيميائي أو للعلاج الإشعاعي خفض مستوى الكولوسترول الضار في الجسم علاج للإمساك محاربة السرطان تحسين الصحة الإنجابية مفيد لصحة القلب إن تناول خليط التين المجفف مع زيت الزيتون الطبيعي باعتدال يساهم في الوقاية من الأمراض القلبية والجلطات فوائد التين المجفف تحسين مظهر البشرة ومكافحة علامات شيخوخة البشرة مثل التجاعد وبقع الكبد بسبب احتواء التين المجفف على كمية جيدة من فيتامينياء وفيتامين سي والكالسيوم والتي قد تساعد على تحسين صحة البشرة تقوية العظام وخفض فرص الإصابة بهشاشة العظام إذ يحتوي التين المجفف على كمية جيدة من الكالسيوم الضروري لصحة العظام تحسين صحة القلب والشرائين بسبب غينة تين المجفف بالبوتاسيوم والألياف الغزائية التي قد تساعد على تحسين مستويات ضغط الدم والكوليسترول وبالتالي خفض فرص الإصابة ببعض أمراض جهاز الدوران مثل تصلب الشرايين والنوبات القلبية تقوية جهاز المناعة ومكافحة عمليات الأكساد الضارة التي قد تسبب الإصابة بمجموعة من الأمراض المزمنة ويعد ذلك غالبا لإحتواء التين المجفف على كمية جيدة من فيتامين سي ومضادات الأكساد المتنوعة خسارة الوزن الزائد إذ يحتوي التين المجفف على كمية جيدة من الألياف الغذائية التي قد تساعد على كبح الشهية والشعور بالشبع لفترات أطول خلال اليوم فوائد زيت الزيتون تحسين صحة القلب والشرايين وخفض فرص الإصابة ببعض أمراض جهاز الدوران مثل النوبات القلبية وتصلب الشرايين تحسين بعض المؤشرات الحيوية لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة الأيض مثل المؤشرات التالية سكر الدم الكوليسترول الالتهابات مكافحة الاكتئاب والقلق بسبب احتواء زيت الزيتون على دهون صحية قد تساعد على مكافحة هذا النوع من المشاكل النفسية والعصبية ابطاء وطيرة تقدم مرض الزهايمر خفض فرص تعرض الكبد للتلف أو إصلاح الضرر الحاصل في الكبد في بعض الأحيان خفض فرص الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي تحسين صحة الجهاز الهضمية وتخفيف حدة الأعراض التي قد ترافق بعض أمراض الجهاز الهضمية مثل مرض كورون داء الأمعاء الالتهابية كيف تستطيع إعداد التين المجفف مع الزيتون منزليا إليك طريقة إعداد التين المجفف مع زيت الزيتون في المنزل قم بوضع ثلاثون حبة من التين المجفف في وعاء قم بغمر التين بزيت الزيتون البكر بالكامل أغلق الوعاء بإحكام وتركه مغلقا لمدة عشر أيام بعد انقضاء الفترة المخصصة قم بفتح الوعاء وابدأ بتناول التين المجفف مع زيت الزيتون بمقدار حبة تين واحدة كل ليلة قبل النوم بربع ساعة وهذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهدة جميع الحقوق محفوظة لقناة الوصفات الزوجية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة